اشتركوا في القناة واستمرارية ديال الاختيارات السابقة مكينش واحد لغيبتوغ ولا شي تحول الاختيارات اللي تكلمتلي عليها لازالت هي الاختيارات اللي المغرب الأخضر قد يكرسها ويعمقها ولكن المغرب الأخضر غاديجي باش في الحقيقة الهدف دياله اللوه هو تقول بأنه أنا عندي يمكنك الواحد لهدف فوق كل الهدف هي الانتاجية برودوكتيفزم هذا نموذج هو تعلن لك تقرأ الوطائق تعلن بأنه هو الشغل شغل ياله هو الانتاج ثم الانتاج الانتاجوية البرودوكتيفزم إذن ولكن البرودوكتيفزم ما يعني؟ كي يعني بأنه غدا تعطي الإمكانيات باش تهز بال الانتاج أعلى مستوى ممكن ولكن تبقى أنه الانتاج من أجل تصدير من كتقرأ الأدبيات والوطائق يكونوا واضحين لأنه على الأسف بعد ذلك النصيب يكتبوا التاريخ كيف يبغير راه تأخذ الوطائق دينا المغرب الأخضر دينا 2008 وال2019 في البداية دينا التصوير في 2010 لا حديث على جود الأشي لا حديث على الأمن الغدائي ولا السيادة الغدائية وكأن الناس اللي كتبوا ده كتبوا في نيويورك كتبوا دكشي وده هو الصحيح في كتب الدراسات دينا ما هو ماش هنا ما عارفينش حتى مثلا في التوقعات مثلا دي برويكسيون أضعف الإيمان كتدير برويكسيون دي الإنتاج والبرويكسيون ديال استهلاك باش تقول أنا راني في 2008 ولا 2009 راني بغي نشوف شنو الوضح في 2020 إذن كتقول هالإنتاج كيف سغيتطور زيان هالستهلاك كيف سغيتطور باش نشوف في 2020 شنو التوازن بينهم وش غنكون حقيقة في وضع لي أمن أو لا أمن أكتر أو أقل من الوضع اللي راني هنا شما كيش البرويكسيون داك التوقعات اللي كانت كانت نحاصر في الإنتاج هاي تقول لك في 2020 غنوصلوا الوحد الإنتاج معين و لكن هاد الإنتاج ديال 2020 شكيم التل بالنسبة لإستهلاك باش قفية آخر المطاف ما كنتش باش نتجو ما كنتش باش نلبيو وحد الطلب إذن داك المستوى ديال الإنتاج ديال 2020 شكيم التل بالنسبة لإستهلاك ديال نفس المنتوج في 2020 مشكل دي هذا مشي مشكل دي للمغرب الأخضر لا يطرحوا هاد السؤال ولا هي اعتقية تنبيه و نواضحين دي وحدة تانيا الموارد المائية الموارد الطبيعية ما كينيش راه اكتعرفوا بأن وجستما من التغارات اللي في البداية من البداية عداد ديالناس مع اللي مهتمين بل القراب داك شكي تقول لو داك كيفاش و مع أنه 2008 خضية الإشكانية ديال التحولة المناخية و ديال الماء و ديال ما تروحها بالساعة و قلوا هادشي غدروا بأي موارد كيفاش أي موارد سؤال منطوح بكلي نقول لك حتى 2011 2012 من دعما الأشياء بنت بزاش دعما ما بكتي يقولوا معيقة أنه كل شي تيقول بها أنه كيفاش غايت بكلي قوم بديوا هاتشي و القضية ديال الماء إلى آخر عاد إذا عاربوا خرجون لها ذاك الحكاية ديال السقي بالتنقيط ذاك البرنامج اللي دابا ورجع البرنامج ديال السقي بالتنقيط الجوتا جوت ورجع من بعد دايور برنا في كل ما في أي مناسبة كتراشي في هادوك ديال السالون ديال الفلاحي ديال المراكش ديال كل سنة بيتش الناس كيسولوا كيحطوا أسئلة إيوة كيفاش المغرب الأخضر شكيدير بالنسبة للموارد طبيعية موارد طبيعية تحولات ملاقية الجواب ديال الوزيج كل ما حدا عندنا البرنامج ديال 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 تسقي بالجوتا بالتنقيط هادوه 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 كان ديرو كان وسعوه المجال ديال تسقي بالتنقيط إذا هادوه 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 بعدها بيغط النظر يمكننا إلا بغيتين تكلموا على انحرافات اللي وقعت بالنسبة لهاد برنامج ديال السقي بالتنقيط ولكن واش الاشكالية ديال الموارد الطبيعية كانت نحصر هادوه القضية ديال مش كيه والحالي مكن ليه نقولك بأنه هاد البرنامج هكدا كيف تطبق راه كان الجنته اجيلوه رجعتها عكسية باكفرس لأنه مين كتعطي مية في المية كتعطي دعم مية في المية إلى حدود الخمسة ديال الاكتراس مية في المية ديال الدعم راه شونات شين تجاريب دينا عدة دراسات في عدة مناطق باكفرس في المنطقة مثلا ديال ديال السعيس الحاجة إلى أخير كيتشوف أنه طبعا الناس هاد تحول لخطير ونشوفو دابل الآطار دياله بالنسبة للفرشة المائية إلى أخيرا الناس كانت تدير فيلاحة بورية إذا كيتدير إنتاج لكيتلأب مع المناخ البور ديال والآراضي البورية وكين واحد توازن جيتي من اليوم من الآخر قلت له هاكا سيدي خمسات الكتارات ديال ديال بجانة لا شبه بجانة ديال 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 مشعور الفلحة كلهم ديال ناحية كلهم صدقو كيديروا مواق مجوج اللي القدرة ديالها ديال القيمة القيمة المضافة والقيمة تسويقية ديالها مرتفعة أكتر ديال مربحة أكتر ولكن تستهلك الماء كل شي بدي ديال ماطيشة ولا كل شي بدي ديال البصلة ولا كل شي بدي ديال المهن المهن الخضروات اللي كانت تستهلك الماء ولا الأشجار إذا شو كيف هش بصدين لطلقتي من واحد الذكرة اللي هي في حديداتها تكون مهمة أي أنه تستقي بالتنقيد غاي محتمال مفروض أنه يقتصد الاستيلاك ديال الماء ولقين إلى في نفس الوقت خمسمائة ألف ديال فلاحة في واحد للنطقة كلهم دوي خلاوا داك شي اللي كانوا تيدروا من القبل كلهم تيدروا مالتوجات اللي كانت تستهلك الماء إذا ونفس الضغط على نفس الفرشة نفس الفرشة شكيل إذا الفرشة بدت تتعاني أكتر فأكتر من الملاكين تتعاني منهم القبل والنتيجة هي عكسية حيث أنه في هذا الضمان نطقة هذي الفرشة هبطت بزيف بالصيفة خطيرة إذن نعطيك هدو بعد الأمثلة الدالة اللي كتبين بأنه مع الأسف المغرب الأخضر إذن نعطيك استمر في التوجهات العامة أعطى إمكانيات إمكانيات هائلة لأنها دول مغرب الأخضر رهبية وخمسين مليار أعطى إمكانيات هائلة ولكن ما نعطوهم أعطوهم لما يسمى ذلك الركيزة اللولة أي نقوله بالأشياء ببساطة كبار في اللحين كبار في اللحين أعطاهم الإمكانيات بدون حاسيب ولا رقيب لأنها على الأقل نعطيك إمكانيات ولكن على أساس أنه على الأقل تكون عندي رأي في ذلك الشيء اللي ستغدر بها لأنك غد تلتج غد تتسج وغد تستهلك بواريد طبيعية اللي هي ملك الجميع الماء راه ملك الجميع داني ما كيروال بيدون حاسيب ولا رقيب إذن مش نعطي النتيجة هي اللي كان عشو اليوم النتيجة هي أنه في كثير من أعادات ديال الكبار في اللحين أو من الأقل متوسطين نستفدوا استفدوا وكبروا الإمكانيات ديالهم ونقلوا قدرة الطاقة الإنتاجية ديالهم الطاقة تصدرية ديالهم وربحوا الفلوس ورقموا التراوات بزيان إيوه والبلد واش دابع نشوفوا الوضع واش ممكننا نعتبره بأنه المغرب الأخضر ساهمة غير ساهمة بوحد القسط معقول في نعرجو للسؤال الأساسي في تعزيز الأمن الغدائي ما نتكرموش على السيادة غير الأمن الغدائي ديال المغرب مثلا هناك أنا نخبره ونظلم بأنه ما نلاحظهات اليوم راه مهم جدا هاد النحية يا أعلم اللي دابعا شوه امين تستعطي الإمكانيات ومبعد تجعل الناس من أفعلون الأول طبيعي أن هؤلاء هؤلاء لأنه هؤلاء والضبط ديل التوازن بين الصخ الداخلي والصخها لا يعمل وإن الدولة ما يعطانس حراثها المسؤولية كله غير يهتم بهذه القضية إذن شكي أعطيه؟ كي أعطيه بأنه الإنتاج كاين أنا بحاجة بعد الأزمة دي المعتاشة إنتاج را كاين ولو أنه كاين لبرد وكاين وكاين نسبين الإنتاج كاين ولكن المنتيج مصدر أوروبا ولو أنه دكش بحدود وكاين الحماية وكاين وكاين ولكن المحن دكش اللي غادي صابت كي أعطيه أيرو لأيرو ونص وهنا غادي أعطيه جوج درهم ولا ثلاثة درهم إذن كيف تضل أنه يبيع إذن هدول مفارقة كي الإنتاج ولكن دك الإنتاج كي يمشي الخارج والسوق الداخلي كتصدق في حاجة وكتصدق في فريدة مع مرلش منها في التاريخ أنه ماتيشها تلعب خمستاش درهم وربعتاش خمستاش درهم إذن واش ممكننا نعتبره بأنه المغرب الأخضر سامة في تعامق لأم لأن هذا لأم ما تنسى وشنو قلت في البداية قلت بأنه الأمن را على الأقل المادة خصتكون ولكن تكون عندك إمكانية بشتريها إله هي كينة ولكن ما تشعب خمستاش درهم ما عندكش الإمكانية إذن راك في لا أمن إذن أنا بس نقول را جزء ما كينش دراسة مع الأسف ما كينش باش نقول لك رقم هذا خص المسؤولين يديروا دراسات وإحصائيات ويعطيونا ولكن يبكي يقول لك بأنه في جزء مهم اليوم اليوم كنت تكلموا ديال المغربة وهما في وضع لا أمن بدك المفهوم اللي قلت لك واقعه مع الأسف ما نتكلموش على الواقع على الصحة لأنه ديبال شو هذي أيضا راح المنتوج اللي كيبقى في المغربة مع الأسف اللي كيمشي الأوروبا هو اللي من ناحية ديال الكنترول ديال الصحة وديال هذلك ما كان مشكلة لأنه وتفاصن ما يمكنش يوصل يمشي لتماء إلى ما كانش يلبي دعمال المعايير كلها إيش كيب خالق غالبا مع الأسف كيب خالق تولا في العبارة ديال المهانية كنت تكلمو عن الزكار دو تخياج أي ميكا تدخل الستاشيون كونديسيون باش دكي تعليب ديال دكشي عندك اللي كي لفارياتي اللي كي لكاليبر كاليبر اللي كي يدبيو دكي المعايير ديال أوروبا هي كيمشي ودكشي اللي كي طاح اللي كيبقى بها اللي كيمشي للدشي مع الأسف اللي هو اللي كيبقى كيمشي للسخة الداخلية دمين إذن بكل صراحة زعمة بكل معايير الأمن الغذائي ديال المغاربة مشي هو كيزي يدهور يدهور